اعتقلت قوات الأمن في روسيا البيضاء عشرات المتظاهرين يوم السبت مع خروج حشود في مسيرات وسط العاصمة منسك متهمين رئيس البلاد أليكزاندر لوكاشينكو بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي ورددت مجموعة من النساء هتاف رئيسة ناهية زفيتا في إشارة إلى زفيتلانا تسيخانوسكايا التي قلنا إنها هي الفائزة في الانتخابات وذلك قبل أن تلقي الشرطة القبضة على عدد منهن وتقتادهن إلى حافلات صغيرة كما اعتقلت الشرطة متظاهرين آخرين في مكان قريب واشتاحت شوارع روسيا البيضاء الجمهورية السوفيتية السابقة مظاهرة حاشدة منذ إعلان لوكاشينكو فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت في التاسع من أغسطس آب ونفى لوكاشينكو أن تكون نتائج الانتخابات قد تعرضت للتزوير ورفض اتهامات المعارضة بشأن حملات اعتقال واسعة وانتهاكات وصفا إياها بأن حملة تشهير غربية وأدى لوكاشينكو اليمين لتولي فترة رئاسية سادسة الأسبوع الماضي في حفل أقيم على عجل مما دفع الآلافة للنزول إلى شوارع العاصمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر